ترايثلون هي فيه فئات مسافات معينة بس أنا اللي حبيتك أنت أبي بطولة الآيرونمان اللي هي أطول مسافتين فيه نصف آيرونمان اللي هي 70.3 هذي كيلو 800 سباحة 90 كيلو قاري بعدها 21 كيلو ركض هذي نصف آيرونمان والفل آيرونمان الآيرونمان الكامل 3 كيلو 800 سباحة بالبحر بعدها 180 كيلو قاري بعدها 42 كيلو ركض في الماراثون فهذه رياضة الترايثلون فأنا حق شي طمرت على طول قلت أبي أسوي أحسن رغم كويتي تخيل بالآيرونمان الكامل وأنا ما عرف أسباح ولا عرف أسوق قاري بحياتي هذا عشرين عشرين شهر عشرة تخيل وعمري مثل ما تفضلت 40 سنة فقلت حق مدربيني هذا بعدين أقولك الحيشي يعني مدرب السباح محمد زكريا قال لي رح تقدر تسويها وكان واثق فيني الله يذكره بالخير مدرب الجري بعدين قال لي قال لي يوسف لا تزعل مني بعدين أنا كسرت الرغم الكويتي الحمد لله صرت أسرع كويتي في الرياضة هذه لحظته بعدين انكسر رغمي عرابت ما تعنت فيه وائد ما لك بالطويلة بعدين لما كسرت رغمي مدرب يفصل الجوية الله يذكره بالخير قال لي يوسف لا تزعل مني أنا كنت أمشي وياك الدوري ما كنت مؤمن ان انت رح تقدر تسويها لأن هذه رياضة يبيلها أربع ست سنوات علشان تصير فيها زين وتياي من با يعني من رياضة كمالة صام جسمك ميبس ما تم تصلحك رياضة هذه بس بصراحة اثبت لي انها ماكو شي مستحيل تخيل هذا المدرب اللي يدربني كان يقول شري ففهم بالك الناس اللي حولي أبي أخذ حتة الركض بروح على أنا أدري أنت ركضتها وشي نص مراثون يعني ركضت مراثون وحتى وثقت هالشي عندك بيوتيوب القناة ماتك يوتيوب اسمها يوسف الشاطي بس تحدياتك لها شنو يعني اسمت تحدياته شنو بس لما حق المسلم يوسف الشاطي وأنت عندك أكثر من فيديو خاصة تحديات الأخيرة اللي سويتها موثقها أنت صحي خوش شي أنا دلشيتي وشفتهم كلهم الحين عندما يتكلم عن عندنا شق الركض وشق السباحة وشق القاري قبل أن نوصل حق آيرنمان خلنت تكلم عن الركض أول شي حلو الحين الركض أنت أول مرة ركضت نص مراثون صح صح وركضتها بجسر جابر صحي بروحك كان هواوجي أبيك تقول لي شنو التجربة هذا ولا شنو التجربة هذا شون كانت يعني شنو سويت شف قبل هذا خليل أرد قبل أرد على موضوع الجري الجري أنا مو لاعب جري نهائيا أوك فلما كنت أتجه حق المدربين الجري الله يحفظهم أنا ما أقدر أركض كل يوم من عندي إصابات قديمة وشذي فهي لي عوار مفاصل عوار أعظام فكنت أنا أقدر يعني إذا ركضت اليوم لازم أريح يومين ما أقدر فبالسبوع ثت أيام أكثر شيء أقدر أركضهم فكل المدربين الجري يقول لي ما رح تصير لاعب جري مستحيل لاعب الجري خمسة أيام بالسبوع أقل شيء وانت لاعب حديد شكوبرك لازم تضعف وانت بسجحة بجسمي ما أبي أضعف الحاف قد هويت أنا حس تشيذي ضعفت هوية يوسف الشطي رح تختفي مو يوسف الشطي فكنت أبي على جسمي وحجمي إن أبي أصير لاعب جري فتحددت نفسي قمت أدرب نفسي بنفسي أو شيء ركض فقمت أوصل عشرة كيلو وخمسة عشكيل بس ما قمت أتطور فكلمت فيصل الجوهيد قال لي نفس الكلام قلت له ومحمد مع الكامير أبي ثتة أيام بس اسمع كلامي زاك الله خير وعطني جدول ثتة أيام بالسبوع قال لي بمشي إياك بنشوف آخراتها وين بتوصلني أنت فقررنا جهزنا قمت أركض تدريجي يا أخوي فيصل الجوهيد حط لي أيام معينة مسافات معينة وقلت أنا إلا ييب تحت الساعة ونص يعني واحد بهالحجم مستحيل ييب نص مراثون واحد وشين كيلو بهالحجم فقلت أنا إلا أكسر هالرقم هذا إلا أسويها يعني ديقة عشان نفهم أقل من ساعة ونص معتها الكيلو تتركضها بش كثر الكيلو تقريبا بأربع دقايق وكسور أربع دقايق وأربع ثواني شيء شذي تقريبا شيء سريع شيء سريع شيء سريع بالنسبة لحق الشخص مو لاعب جري لاعبين الجري المعترفين لا هذا ولا شيء عندهم صح يخلصونا بساعة أو عشر دقايق ساعة وربع يخلصونا بس شخص عمره أربعين سنة بإلا شرياضة تركض ومو رياضة التخصصية لا إنجاز كبير حلم هذا بضبط أنا أقول لك لو ناخذ أربع دقايق على خمسة كيلو أنت راح تخلص الخمسة بكيلو واحد اثنين ثلاث عشرين دقيقة عليك الحسبة يعني كذي وشون كلمني شون شون سويت بعدين فقلنا ندرب تدريب شنوك يركضون تدريد دوانية لعبين الجري وقبل يعني أعطيك مثال صغير لين 2019 ما أحد كان يلعب تقوية حديد ريول ما يلعبون لعبين الجري شنو تقويتهم يصعد المدرجات مات النادي أو يلعب يعني وزن الجسم سكوات لاندجز هذي وزن جسم ليش هذا الفكرهم إنه لا تلعب حديد يتثقل عمرك فهيك أنت تقولهم لا لازم تقوي ريولك تمارين لوزان ضروري فكان يضحكون علي كل اللعبين الجري وواجههم حي يمكن في هالكلام راح يزع لناس وايد بس هذا واقع لين 2019 حتى لعبين الترايثلون ما كان يلعبون تقوية تمارين حديد ولا أحد يلعب أتحدى كان أنا واجههم كان يطنزون علي شون تلعب حديد وتسقاري شون تلعب حديد وتركب فكان يطنزون فالتقويات هذي وايد فادتني برياضة الجري الحين شوف كل المدربين الجري وكل اللعبين الترايثلون عندهم ثتة يام بالأسبوع strength and conditioning علقاتهم بالإنجليزي يعني تقوية وتأهيل ثتة يام بالأسبوع يلعبون تمارين أوزان وحديد فقمت أضحك أنا وينكم قبل تطنزون علي فالرياضة تطورت فكر مو موضوع على النظام القديم وشنو هالبطل كان يسوي لازم أقلد لا 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 انت جرب انت خوض شي يديد يمكن راح يفيد الشيء الله ويطورك فإذا الرجل قمت أركض 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 وقررنا ذا كلام قلت لي يا الله أنا جاهز قلت لي انت موجهز قلت لي أنا جاهز خل روح جسر جابر بصجك قلت لي كان حزت هاوة واخبار ويوم مو مناسب يعني وفوضا كنسة أنا عندي مشكلة بالحياة ما عندي خطة بديلة عيبي بالحياة بكل شي ترى إذا حطيت خطة خلاص يعني مثلا لو يصير عصار لازم أطلع بس ما عندي خطة بديلة بلان بي على قلتهم لجانب هذا ما اعترف فيه هذه أنا سميها يعني خطة الضعفاء لما نحط خطة بديلة هذا أنت ضعيف أنت ردي فاشل لأن أنت مو مؤمن بخطتك البداية اللي حطيتها عشان شي حطيت لها خطة بديلة هذا فيل نايت تعرف فيل نايت لا هذا كتاب فيل نايت شو دوق اسمه لمؤسس نايكي كان محاضرة وسأل اللي قاعدين قلقل من رفعو ايدكم اللي تركضون بشكل عام أكثر من مرتين بالأسبوع رفعو ايدكم قلقل رفعو ايدكم اللي إذا الطيق مطر تركضون قل العدد فسأل رفعو ايدكم لأن الطيق مطر وكان فيه هواء والوضع جدا مو مناسب ما بقل لاثنين ثلاثة كذي اللي كان رفعو نحن يقول نحن نشوي البراند ما لنحقكم يا سلام فوهم سوي البراند ما لاترى حقك حقك حق الناس حق اللي فكرت شديد فهذه أقلياتي فكرهم شديد فأنا ما أعترض بالبلان البديل إذا أنت حطيت خطة بديلة أنا يعني أنت من الآن حققت فكرت بالفشل لأن أنت مو من خطتك الأولى إذا حطيت خطة بديلة بتقول لي شلون رحقوك رح تكيف على التغييرات ما عندي خطة بديلة صار تغيير كبير أتكيف عليه خلاص أتكيف يعني مثلا مثل ما تفضلت خلاص أنا حطيت يوم وصار أغبار وهوى أطلع بدأ لا أخلص بساعة ونص أخلص بساعة وخمسة ثلاثين بس أنا قدل المسؤولية وطلعت سويت وبتحاول تسوي أقل أحاول وزيادة أن أسوي أقل من ساعة ونص ما صار هذا درس أنا تعلمت بحياتي أن أنا بالأغبار بالهوى هذه مقدرتي تعلمت شيء يديد أنا وزيدني خبرة حق الأيام اليهاية فخطة بديلة هذه أنا اعتبرها حق الناس الفاشلة تمام فهذا فطلعت طلعت الحمد لله مع النهوة وهذا وامور كانت صعبة وشمس وحار واكسر رقم ساعة وثمان وعشرين دقيقة وبالخمسينات يعني نقول ساعة وثمان وعشرين دقيقة تخيل شيء يعني كان عزتها إنجاز كبير بالنسبة لي وحق الناس اللي لعبون حديد وليلعبون كروس فت واللي سباحين إنه أوف أنت وزنك خمس وثمانين كيلو وتقدر تركض هالمسافة بهالحرب فأنا أعطيت دافع حق الناس الثانية إنه ماكو رياضة خاصة حق فئة معينة ماكو رياضة والله لازم أسوي نفس الشخص الفلاني علشان أوصل لها كل جسم غير كل شخص حياته غير حياته الاجتماعية التغذية الله خلقنا غير رحنا فمو أنا أنت لأن أنت بطل بالجري تتدرب خمسة أيام بالأسبوع لازم أنا أتدرب نفسك أنا طبيعة جسمي غير عنك تختلف أمور كبيرة بالتدريب وبالتجهيز عق الرياضة فهذا اللي كنت أبي أوصلها الرسالة من موضوع التحدي هذا اللي هو 21 كيلو وحققنا الحمد لله إذا أنت سويت 21 كيلو صح بعدين شاركت بنص آيرنمان صح شاركت بنص آيرنمان صح فالي هو 70.3 هذا كنت أبي تجرب نفسك قبل ما تروح ولا كنت تحتاج تشارك فيه لا كنت أحتاج تشارك فيه لأنه قبلها عانيت لأن دشت كورونا فكلما أشر أجهز أجهز حق سباق كنت مشترك فيه دافع يتكنسل عشان كورونا سباقين فلبين تكنسلوا تخيل بعدين سباق بتايوان سافرت لهنا رحت تايوان وانحجرت أسبوع الفندق قعد درى بداخل الفندق أركض جهاز جري وطلعت وبشارك باتر سباق ويمسكون الحكومة يقول لأ أنت لازم تطبق سبوعين ويردون الفندق مرة ثانية وأقعد سبوعين بتايوان بالفندق ويروح علي السباق تخيل وأرد الكويت لو واحد ثاني شبي يقول حباط حباط خاص ما بيها الرياضة شبي قعدت وصرفت فلوس وتعبت ومجهود وسعر وماكنهم تشقول لأ أبي أشارك حطيت لسباق أمريكا وطرت قلت لازم أشارك بالسباق وطب ويعلنون عاصفة واحتمال كبير يتكنسل السباق ما رح نعرف إلا بيوم السباق والله ونقوم الصبح والروح تقول لأ خلاص تقدرون تشاركون ودشت متعد أول سباق بحياتي ماراثون ترايثون وشاكبون وشذي وخلص بخم ساعات وثمانية وعشرين دقيقة آه إنجاز رغم قوي وجبار والسباق السباقات الآيرنمان أنواع في شي يسمونه فلات يعني سيدة في شي يسمونه رولينج يعني صعود ونزول وفي هلي يعني صعود أجبال أنا مشارك بالفئة النص الصعبة اللي هي صعود ونزول الأبطال الكويت الرياضين الكويتين كل يشاركون بالسيدة عشان حقق الرام قوي ومالومة لأن تدريبنا بالكويت كلها سيدة الركض سيدة والقاري سيدة أنا صعود ونزول قاري صعود ونزول ركض تخيل والسباحة بنهر يعني عكس كل التدريبات اللي أنا أخذتها بالكويت ولكن خلصت السباق وراها بربع ساعة وقفوا السباق لأنه طقتنا عاصفة تخيل فوقفوا السباق الناس اللي ما خلصوا مساكل طلعوهم فهذا أثكر صورت فيديو أنت عقواس مو موجود ما رقيتها من استقرام بس أثكر انتشر لك فيديو وقتها كتحدك بستانس مستانس لأنه شو راح سيتي هاي وقتها أوف شعور خيال تخلصها المسافات كلها وخاصة في ناس كانوا مو مؤمنين فيك أن أنت راح تخلص تخلص حق السباق وتيبها بزمن قوي نشوة أعطتني شي مين وقع كانت حظا جبار نشوة نشوة تخيل ما كنت تعبان لحد درجة أنا فرحان يعني نسيت التعب من الفرح ولذلك الفرحة أن وراها بربع ساعة قلت لك وقفوا السباق فاستانت أن أنا الحمد لله الله وفقني وخلص السباق قبل أن يوقفونا بكبرى بسبب العاصف فعرفت فمن هنا ورغمك اعتبر زي أخو اتخارنا مع الباجي اللي كانوا موجودين رغمي هذا خمس ساعات وثمان وعشرين أخارنا ويا ناس بالرياضة صار لهم ثمان سنوات تخيل وأقولها بكل فخر هي حقك صار لهم خمس إلى ثمان سنوات بالرياضة هذي تخيل خمس إلى ثمان سنوات بالرياضة بروحة يلعبون يعني خمس سنوات يلعب بس عن رياضة أنا سويتها بشنو بستة شهر فقط فخذاني الحمس وقلت الحين عبي يسوي أحسن رقم بالكويت الفل آيرون مان بس تحتاج تركض قبلها ماراثون على الأقل ايه زاك الله خير شن اللي صار هم من موضوع كارونا ما كارونا ما في ولا سباق ماراثون بشارك ما في سجلت بقطر كانوا بيسوون سباق وكانسلوا علشان كارونا شن الحل ايسوي ماراثون بروحي جسر جابر لا هالمرة وين رحت عقبة رحت منطقة صباح الأحمد عند بنيدر اوكي انا تدري وين على بالي شفت الفيديو عبالع عقبة جسر جابر لا في شارك خد سريع توا بطلو من بنيدر لمنطقة صباح الأحمد حزتها كان مسكن ما في سيارات تديش حاطين حاجز فره بعد الشو من الاتراب وقلنا خنسوي 42 كيلو تخيل انت تسوي 42 كيلو ما في جمهور ما في هدف بالحياة تركض بروحك حي لازم تدرب خلنت تدرج بالسافة نا ندرب تدربنا تعدين بحق 42 ما يحتاج تركض 42 عيل أكثر شيء 31-32 كيلو فقط لأنه موزن تركض في المسافة هذه مسافة طويلة تعوشك إصابات فما تركض 42 ما تركض 42 ما تجهز حق 42 إذا بتركض فل ماراثون تجهيزك وتدريبك أكثر شيء يعني وعد 30-32 كيلو هذا على شيء توصل فهذه كانت تدريبات نائزة لخير أخي فيصل لجوع يدرجنا لأنه وصلنا 30 أذكر وصلنا أنتوية مجموعة لا ذا بروحي أنا ويعتص أنتوية يدربني فقلنا يلا جاهزين جاهزين لأنه ما أبقى شيء على بطولة الأيرونمان للتكسس ونفس الشيء حظي أنا أعرفه وايد حلو هم من أخبار وهو بهاليوم وطلعنا نركض أنا هدفي إنه بس أخلص كنت أخلص الركضة يعني 2 و40 لأنه عمري مراكبة والحمد لله خلصناها بثالس ساعات ونص رقم هذا أنا ودي أسويه بالسباق الأيرونمان تخيل لو أسويه بالأيرونمان يكون رقم جبار فخلصت فأعطاني ثقة بالنفس وطبيعية أنت ما خلصت مو بس خلصت أنت رحت اللي فهمت من الفيديو اللي نزلت أنت كنت هو روحه ورده صح روحه 20 كيلو 21 كيلو ورده 21 كيلو حلو فأنت بالروح أنت قلت كنت بي بس توصل للروحه إي لا 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 مو مجرب 42 بس مجرب 21 صح الروحه شنو 21 فأنا مجربها عارف حساسها فقلت أروح والرده الله رح يعيها تتسهل بإشلون ما أدري أنا بس خلو أصل لين نص الدرب اللي عند ضقة الفوق تحت بعدين رح تنحل المشكلة وصلت شنو كان شعورك أو بالنص الدرب أو شي أو شي تضايقت من الهوى والأغبار يعني ما بيقول لك يا لي شك أني ما أقدر أخلص بس يا لي شك أنه ما رح أخلص بالوقت اللي أنا بي يا لي شوية تحبط أنه كله التعب والبهدلة أنه ما رح يبدل الوقت اللي أنا بي بس لمن وصلت الواحد عشرين وشفت أنه أوه أموري طيبة كان يطلع الرجال اللي داخل على قراتهم هذا كمل دوس وكملت لمن وصلت للكيل وواحد ثلاثين ثلاثة وثلاثين كان يحوشني شي يسمونه هاتذوول هذا تدعم الطوفة دش بالطوفة معروف عند لعبين الجري مسافات طويلة هذا خلاص ريل كتيبس مخك يعطي إشارة حق ريل إنه يمشي ريل ما تمشي تكفل هذا يكون نقص من الأملاح والمعادل والكربوهيدرات في الجسم ومنها أن العضلة موت عودة على الحمل هذا اللي ماره فيه فأني أبي السلامة من بعد ذاتين كيلو وقالي تقريبا ثمانية كيلو أبي أوصل فهدست على عمري هدست على عمري إيش وإنه كانوا ينبي سيارتين أخواني والمدرب مالي وهذا كانوا يسجعوني قطوا قطات نضحك والله سهل ثمانية كيلو وخلصت الثانية واربعين الحمدلله ثاني ساعات ونص وزنك أوواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا هذا سر شوف قصت وزني أنا عشان كياس الوزن هذا كان يبقى خصائي التغذية يا أخوي عبدالأيزاش عشان يعرف كم فقدنا عشان يعوضني أثناء الركض الركض كم يعطيني كربوهيدرات ومعادن وأملاح فهذا اختبار هذا أعفا عشان عوضك وقت آيرنمان عوضك آيرنمان عشان نعرف خطتنا التغذية شون راح تصير قسنا 75 قبل الله أركض لما خلصنا وينجيس ولا 65 لا قسنا 74 خلصنا 64 10 كيلو طاية ينينة قلنا لا الميزان غلط ردنا صفرنا صعد 64 لا لا صفر صفر صعد 64 وغسران أنا 10 كيلو بس بالحدث هذا تخيل ماي ماي عضل هذا خطر على حياتي مو صحي نهائيا وانت بالركض ما كنت قاعد تعوض تاكد شيء بس كلا بالركض كنا قاعد ناكل كربوهيدرات وماي بس كنا غلطانين بشغلة شنو لملاح ما كنا نعوض أملاح الصوديوم فهذا كانت غلط ما قاعد تستفيد منها ما كنت أخذه كنت أخذ بس كربوهيدرات وماي فجسمي سبحان الله عشان أقول لك شغل أنه من جسم لجسم يفرق جسمي يحتاج أملاح ومعادن أكثر من الكربوهيدرات والماي عشان أبعين لك أنه ما راح تعرف شيء إلي ما تسويه لازم وتطبق بعدين تعرف من أخطائك تتعلم فهني درسنا الموضوع يا أخوي خصائي تغذية عبد عيز شاب وحطاني الخطة أنه ما راح نسوي خلال الفول آيرنمان قبل ما ندش في الفول آيرنمان بيتكلم عن السباحة والقاري وشون تدرب السباحة وقاري قبل ما ندش في الفول آيرنمان هم حطيت لك خطة فيه كان فيه شيء صعب ولا كان الموضوع والله شوف القاري كنت أستمتع فيه هذا القاري كلها هواش كلها ما قدها رجولة وهوشة وكلها حديد شوف السايز يعني ما يسير تركب قاري على الحج شوف بطول هذه بأمريكا يعني كانوا الأمريكان يقولوا بادي بيلدر ينادوني اللي مجسم يسموني كان فيه لك صورة واحدة ثانية أول صورة كان راكب قاري مبين أنه مبتدأ مبين ما عرف الهلم تعوي المشكلة وضع العام بس حوله قاعد شوف تطور شوف القاري ما وجهت فيه متعب ولا مشاكل موضوع الاستمرارية الحمد لله الجسمي قوتي اللي كانت عندي من الحديد ساعدت ريو ساعدت السباحة اللي كنت أكرهها هي قثيثة السباحة وقثيثة عليها أنا لأنه أنا ما عرف السباح وأنا طبيعة جسمي أنا كتلة عضلية ما عندي دهون فطفوا بالماء صعب علي على جسمي طبيعة جسمي ينزلني فأحتاج أن أكون بالتكنيك كوي جزين علشان أعرف أطفو فهذا صعب علي الأمور لأن في أجسام من جسم لجسم يفرق في أجسام سبحان الله هي تطفو فيها نسبة دهون عالية نسبة العضل قليل فما يحتاج أن يكون وايد قوي بالتكنيك لأن الردي هو طاف فأنا هم من جسمي ما كان يساعدني فاللي تأذيت فيهم السباحة أول شيء والركض أما القاري ما تعبت فيه فعشان نجأس حق الفل آيرون مان خطت التدريب بالقاري مع فيصل الجوعد ما قصر واللي تعب وياي أخوي محمد زكريا بالسباحة مسكن بعدلتها الريال يعني أنا تعباك ها شنو كان الهدف مالك الهدف إنه أخلص أربع كيلو سباحة نحط الهدف بصورة هدفي أسوي أقل من عشر ساعات وثمانة ثلاثين دقيقة آيرون مان بل فل آيرون مان هذا هدفي عشان نصير أسرع كويتي برياضة الترايثلون هذا هدفي اللي كان يقوم عشر ساعات وثمانة ثلاثين دقيقة ثمانة ثلاثين دقيقة هذا كان هدفي وهم فل آيرون مان في ثلاث أنواع أهم الفل آيرون مان في ثلاث أنواع أنا جربت قلت بأخذ مال تكسس مال تكسس كان حسافة ما في فلات فكان رولينغ قاري ورولينغ هذا صعود ونزول قائع ركض فقلت بجر بروح تكسس وراح تكسس حقل فل آيرون مان طبيت الفندق خلقوا قصة تضحك الحين راح تيوزلك هذه وهي سكنت الفندق طب أنا قبل السباق بيومين ومرأس الفندق اليمي بروح تعشين مطعم بروحي ولا لا فتا إعلان بطولة كملت سام وفيزيك داخل الفندق هذي باتر شون يحوشني هذا كبرياء مالي خلد الشي شارك تخيل من ولا شي أنا مجايز حديدة صار لي من يعني من كسر تشتفي سنتين ثلاث سنين مجايز حديدة ما ملاعب حديد لأنا تشتفي كسر وخل فالدكتور قال لي وخر على الحديد سنتين فدشت قلت له بشارك بسجل شقولي أوكي عطنا صورة جوازك كان أولي صورة الجواز بالتليفون سجلت مدربي ما يدري فيصل الجو يعد ولا محمد زكري اللي يدرون راح يذبعوني لأنه ترايح فل آيرون ما نص يعني ما تنام ثلاثة أيام تخاف منها السباق شنو هالمزاج اللي انت تبدش فيزيك بطولة يعني وما قلت حق أحد نائيا ودق على أخوي الله يذكره بالخير الله يحفظه أحمد عسكر هذا من الأفضل مدربين للعالم كما لا تسام وقت هذا بأكسجين ايه أكسجين هو يحفظه شعنقول لأبو بدر أبو عسكر الحق عليه أنا باتر بديش بطولة شعن يموت من ضحك شعن شطي تم صجك قلت له والله أبو بدر تكفى بصور لك فيديو ودق عليك الحين واتساب كول بس علمني الوضعيات المعارف الوضعيات ناسيهم شون تعرض على الستيج ميت من الضحك قال يلا يلا دق علي رحت الفندق دقيت عليه قال سو شذي سو شذي حليلا علمني قلت له زين قبل الله أصعد المنصة شنو أكل أكل دونت أكل مربة مع هذا رايس كيك وشذي عرضت علمني مسكين وميت من الضحك هو عبالق على تطنس أنا ممن صجي والله وديش في فئتين بعد شوف شون أنا بطران ممزج حيلا وديش في فئة واحدة لا وسجل فئة الماستر اللي هم عمرهم أربعين سنة فما فوق وفئة الأوبن المفتوحة الكل الكل وديش أول فئة الأوبن وطق مركز الثالث أوه حلوة بأمريكا تخيل تكسس يعني فطولة عالمية أم بي سي وبعد ساعة شذي بعد ساعة تشكبهم لحق الماستر والأبو ياقوب الثاني أوه جعنا ننزل بالستوري وتصير ضجة أنا معلن أنه رايح هذا آيرون مان كله كوي تدري اشتبي بأبو ياقوب وأقول شونه يعني يا آيرون مان وأخذ الثاني بطلة زيك ولا ممجاز ولا شي فأخذت الثاني وثالث بالبطلة ودق عليه فيصل الجوائد أخوي شك هتسوي أم عصبت شك هتسوي أتخرب شغل ستة شغل أنا سوينا أنت وين أنت بتخرب شغل كله ومعصب مسكين ودق عليه محمد زكريا ميت من الضحك ودق عليه الشباب وبعد سكر والله سويتهم ياقوب يعني قلت لي هذا هو الكويتي هذا الكويتي ماكش مستعيل أصلي فخذت المركز الثاني والثالث نمت قم الثاني يوم خلاص صحين بعد يوم السباق ودش السباق الفل آيرون مان بتكسس هذي ها ايه هذي مطلوب كفزي بتخيل بداليتين على السريعة شيء كني مار البقالة خفافي ايه خفافي بشتك تحت بطك راكم كطارك بشتك تشيك بو ألف بجيب نفس الشيء سويت نفس الحركة حلوة حلوة مو غلط ايه مو غلط مو غلط ايه مبين مبين مسوي شيء خلط انت شوف شيء تشوف شيطان يعني والله مبين يسوي شيء خلط فطافت هذه الامور كم يوم باقي على الارنمان يوم واحد ليلة واحدة فأنت حين تدرب قبلها ما تدرب قبلها لازم تريح بس لا لازم أريح خلاص آخر يومين نسميه احنا اكتيفاشن ترينن تمرين اللي هو تفعيل اكتيف ريكوفري اكتيف ريكوفري تحرك العضلات فطلعت هنا آخر يوم طلعت قاري نس ساعة شذي حرقت ريولي وسباحها 500 متر شيء خفيفة حلو بس نمت قمت حق السباق اللي هو مع التكسس حلو كان بليك بحيرة ماي ماي كان صقعة كان درجة حرارة الماي 16 لأنه كان السباق بشهر 4 حزتها وخلص السباحة أنا لأنه أنا مو سباح قلت لك في المرعب عندي السباحة لو تشوفوا إذا من أطلع من البحر أو من النهر أو من البحيرة بشني أنا بطل أبطال عالم حست أني خلصت السباق فهذا أول شيء سباحة سباحة أول شيء 3 كيلو و800 من فرحتي سباحة 4 كيلو كذب أنا مضيع بالماء أروح ورد سباحة 200 متر زيادة طلعت استنست كم واصلين كم ساعة كان خلصت طويل عمر بساعة و28 دقيقة حلو سباحة 3 كيلو و800 بس أنا خلصت 4 كيلو يعتبر زين زين لا ردي رقم ردي بالسباحة وائد ردي وائد وائد يعني من المبتدئين حلو ركبت القاري حوس دوس طير 180 كيلو الحين ودوس 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 ترتيبي بالسباحة على فئة العمرية كان 148 من أصل من أصل كان ممكن 300 وشي شغلة شدي ما أذكر لما نزلت على القاري وعطيه من 148 أخوك ويعقوب يوصل لمرحلة أنزم القاري 21 إن شاء الله الترتيب مالي أو 28 أمر عليهم شغط فطيحت تقريبا طفت 100 وشي تخيل من القاري فإن المستواي كان الحمد لله ويت زين بالقاري نزلنا بالركض وركضت كم ساعة واصل ندري 10 ساعات ونص 10 ساعات ونص هني خلصت القاري بـ 5 ساعات و 25 إذا ما نغلط يعني ليه الحين أنت بتزاعد الساعة ونص ولا لا توتل 5 ساعات و 25 مع السباحة لا من غير السباحة بس القاري 5 ساعات تقريبا ونص فمع السباحة سبع ساعة تقريبا وشون أنت شون تاكل بالدرب لازم تعوذ كاربوهاي في محطات بالركض وبلقاري وفي شعلات أنا أخذها هوية لازم محطة محطة أعلقها بالقاري وفي محطات كل كيلوين بالركض يسمونها الفيرست أد مكان الراحة يعطونك وجبات ماي بس وانا أركض والقاري نفس الشي تأخذها وانت بالقاري تأكل وتشرب وشونه سرعة تلقاري تقريبا خمس ساعات ونص تقريبا السرعة كاملة حق المسافة 180 خلص الأفرج 34 كيلو متر بالساعة 34 34 ونص 34 نزلت حق الركض نحن بالركض طولت بالركض كان خلصت بأربع ساعات وشي أنت نزلت حق الركض تقريبا خلص سبع ساعات ونص صح؟ صح خلال أقل من سنة أقل شي بعد 6 سنوات تكمل بس هاف 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 يعني تسوي المسافة الصغيرة بعدين سنتين تسوي الهاف بعدين بالسنة السادسة قدش واحد تجرب حق فل آيرنمان شوف فضعك شوف فضعك أنا بعشر تأشر طمرت على طول عشر تأشر رحت فل آيرنمان عرفت شون هلو فهنيت شوي تحبط إنه ما يبت الرغم تحبط ها ايه تحبط ما بيقولك لا بس زادني أسرار أسرار قلت لأ لا أي بالرغم أنا أقدر جربت نفسي خلصت السباق خل أدور لسباق يكون سيدة حالي حال الكويتين كلهم اللي قاية حقونا رقام صح وانت سبارتان تدرشت يعني انت سبارتان رياضة لقبلها ايه انت تدرشت برقامك يالله وصلت باطل الأبطال بالضبط فلازم تأخذ وقت عشان تأخذ رقمك فهذا مو شايدين بالنسبة لك مو شايدين ايه فدورنا لقائنا سباق ايه لا أنسى إحنا لما نخلصنا السباق أنا كنت رايح أمثل الجيش الكويتي مع السباق فخاطبت الآيرونمان قلت لهم فئة العسكريين شنو مركزي طلعت الأول الحمد لله فئة العسكرين على الأمريكان والبريطانيين بالفئة العسكرية بس ترتيب العام بالفئة العمرية كان ثمانية وعشرين إذا ما نقلطان من ثلاثمية وشي فهذا عطاني حافز انه هو أنا على جانب الأول بالفئة العسكرين شي حلو فعطاني حافز بس قلت لك تعبط انه حسافة ما قدر تعيبها من أول مرة ردينا قلنا خندور سباق سيدة حالي حال الكويتين عشان أقدر تصير مقارنة عادلة حقي حقي لقينا سباق كازاخستان حلو هذا شهر ثمانية أنا هذا خلصت سباق تكسس ثمانية وعشرين أربعة سباق الفل آيرونمان انت لازم تريح أربعة تشهر بين واحد وواحد عشان تسوي الثاني حلو يعني بالسنة كلها ما طوف سباقها الفل آيرونمان الجسم ما يستحمل انسان حين خلني اقول عقبل عقبل الفل آيرونمان 11 ساعة ونص شونو كان شعورك يعني أقصد يعني جسمك شون لا بتكسر بتكسر يعرفت هذا الدراء يتصعد على جنب بتكسر هان اي لا بتكسر بتكسر ثاني يوم طلعت هاروالت سويت 7 كيلو هاروالة الحمد لله خفافة ايه خفيفة بس 6 ونص شذي 7 بس الجسم متكسر شي طبيعي خاصة الجزء ليش هاروالة ثاني يوم تحرك الجسم ايه عشان يسمونه recovery run ركضة استشفاء عشان تطلع المواد من العضلة هذي فمن هنا قلنا خندور سباق لقينا سباق كازاخستان هذا كله فلات واول مرة يصير بكازاخستان انه فل آيرونمان سجلت بس المدربي قال لي يوسف ترأنت ما يصير لازم تريح ما يبديك تجاهز قلت لنا أنا بجاهز فيصل جوهيد فيصل جوهيد والله مين ان انت ايه مسكين والله مسكين بديش الجنة ورا حتى قال لي بعد ما تخلص ايه والله مو مجاملة قال لي تخلص كازاخستان راح امسح رغمك واطقك بلوك عشان ما بيشوف رقات ويك ورا يا حلالة هذا كلام صجي قال لي المهم سجلنا جهزنا جهزنا كنتواجه صعوبات دوامي وهلي والنادي فما التركيزي ما كان قوي على التدريب فقال لي نصحني اخوي فيصل جوهيد قال لي روح سولك معسكر بتايلد قبل السباق بشهر شهر تسعة والمشكلة شهر تسعة غزي شهر سبعة شهر سبعة كلها عاصير وهوى ومطار بتايلد بجوهما هنا رح تسويتلي معسكر ذاته سابق جهزنا وطير رحت كازاخستان قبل الله روح كازاخستان الله يهدي أخوي مبارك لوقيان كسر رقمه اللي عشر ونوص العشر وثمانية ثلاثين سواب عشر واثنين وثلاثين صعب علي المهم الله يهو ست دقائق ست دقائق فلما رديت الكويت شوف هذا الإنسان الشهور راقي قبل الله روح كازاخستان رديت تايلند قاعد ثلت يام بالكويت ومسافر دق علي طلع رقمي ودق علي شوف الأخلاط شانا قولي ابو يعقوب تعال أبي أنصحك أقولك شون تكسر رقمي تخيل يا حليلة ما قصري زمني بيتهم رحت للخالدية قاعدت عشاني شانا قولي شوف أنا غلطت بواحد واثنين ثلاث غلطت بحال الشغلات لا تغلط هالغلطات سوا واحد اثنين ثلاث كلم مدربك سووا شذي 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 قبض هات أيام من السباق سوا واحد اثنين ثلاث يا حليلة نبهني على أمور أنا كنت مادري عنها وهذا منافسي الأول قلت لك أنا كنت أقوم أقول أبي يعني حطب راسي بس عشان أبيلك المنافسة الشريفة شون تطور الرياضة صح وتطور من مستواك أنت كرياضة لكسر رقمه هو يريد يكسر رقمه ما شاء الله عليك بالضبط بالضبط فدشت السباق والله السباحة سيئة كانت ساعة ونص طلعت متحبط بس شنو تعلمت منه من السباق الأول إنه هذا خلص سباق انتهى الحين سباق جديد قاري عطنا اللي عندك مية بالمية بس سباق سباق جديد وخلص القاري بخم ساعات وعشر دقايق تخيل كان خمس ساعة ونص إيه قبل كسرت عشرين دقيقة عوضت فيها التأخير اللي تأخرت أنا بالسباحة حلو دزلت الركض أخوي فاصل جوعد حاطلي زمن معين قال لي أمسك البيس المعين هذا اللي هو لا تزيد تذكر كان معطيني خمسة وعشرين لا تزيد عن الخمسة وعشرين الأوفرول بالأفرج حق الركض والله هو أمسك على الخطة اللي أبيها هو خمسة وعشرين وأركض أموري طيبة خمسة وعشرين إيه خمسة وعشرين إيه إيه لين وصلت إيه لين وصلت هذا هيد دول ثلاثة هاتين كيلو حاشتك الطوفة ما عاشتني ما عاشتك أنا معلن جدام الناس علن أن أبي رغم الكويتي أنا ما مو أنخش ورد طوفة أنا بشي أعلن أقول أبي شذي أبو يعقوب رح تكسر رغم الكويتي ترى إذا كملت عرفت هذا ما ريولة من يلقى المشروب يطمر على المشروب يطلع لحياة ثانية ويلي باور مو طبيعي ومن خمسة وعشرين أسعد إلى خمسة وخمسة بيسي ما ليركض أخذ عجرة كيلو وطير واكسر رغم الكويتي بخمسة دقائق عشر ساعات سبع عشرين ثانية ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين إيه عشر ساعات وثمانية وعشرين وصير حامل لقب الكويتي أسرع رجل ترايث لون الكويتي على وجه الأرض فكان شيء إنجاز الأرض ما شالتني والكويتي نفرحة والحمد الله ربعي اللي حولي باتشر كان إعلان حق تأهل حق بطوة أبطال العالم هذا قبل ما كنت قاعد يلعبين ترايث لون ما كان يفكرون فيه الكويتي مو حلم هذا شيء مستحيل يصير ما كان يصير فقاعدنا أنا تبصج رايح متفرج يعني ما كنت حط ببالي إنه راح تأهل بطوة أبطال العالم مستحيل فقاعدين قام يعلونون الأسماء 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 يول فأة العمرية مالتي قال لنا أول اسم الفأة العمرية مالتي كانوا يابون ثمان أسامي أنا كان ترتيبي ستعش يعني لنون أسامي أول اسم أوكي خذها ثاني اسم ثالث اسم الرابع ما موجود الخامس موجود شك 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 كان يدورون بالسيستم يقول عندنا أسرع رجل كويتي هذا بنعطيه كرت التأهل حق بطوة أبطال العالم يا سلام ولا تخيل قاعد ما قاعداك الرقي والله العظيم ما أنسى هاليوم قاعداك الرقي مزج على كرسي شكوا and the fastest كويتي آيرون مان ever have a slot in آيرون مان عرفت لي أنا هذا أنا جان أطمر من الطاولة وأروح وسلمون عليه وتكريم وانت لك أول كويتي هما يعلم وتخيل رسمي هما مو يوسف الشطي قال إنه أول كويتي هي المؤسسة مع الآيرون مان أنت أسرع كويتي آيرون مان على وجه الأرض وفيديو مضقه أنا فيديو هما يقولون فأعطيناك كرت تأهل حق بطولة أبطال العالم كأول كويتي يمثل لكويت في بطولة أبطال العالم تكفى خلاص خلاص بس شنو وزار وترينبا وروح السباق ما أنا داعي أشارك أخلص السباق ماشي لأن هذا بروحة إنجاز صح والوصول حق بطولة أبطال العالم كونة قلت لك لما قلت حق الرابع كونة بهاواي كونة بهاواي وهذا السباق من 1978 1978 صار بكونة هواي بطولة أبطال العالم ليومنا ما كان في أي كويتي فلما كنت أقول قصتي حق الألمان والطليان الموجودين والفيدراني يتعدي نقعة عالو وعشة وكميونيتي هناك كان يضحكون ما يصدقوني إلا لما أوريهم إنستجرام يشوفون تاريخ بدايتي للترايثلون يضحكون يقول هذا ممكن يحللهم لأن أهما هذين احتاجوا ثمان سنوات هذين الأجانب عشان يوصلون السباق عشان يوصلون كونة تخيل كونة مرة بالسنة؟ يصير مرة بالسنة وقلت لك لازم تكيب رغم قوي عشان تتأهل حق البطولة هذي فحققت حلم كل الكواتيين إن في كويتي شارك شارك ودشيت بالقطعة قلت لك وسويت القطعة اللي صار لما عقب ما طحت من القاري من تايلند من تايلند وشدي وسويت قلت أنا أبي أسوي شي عمره ما صار ويبرز ديرتي فقلت أوكي بالركض أبي أركض باللبس العسكري في مكان برايك توقف في ملابس مديلة حطي لكياح حق الأمرجنسي حق القوارئ جوتيك عزيك الله نشيق شغلة طاحت منك تحطها بالشيس تكون تقريبا آخر 20 كيلو من الركض الركض 42 فحطيت ملابس العسكرية حلوة مغلطة عزيك الله البستار وبنترول المبرقع والخاكية والكاب وعلم الكويت والله ولبسه ومبدل واطلع اكمل تخيل شنو الجمهور اللي صار إنه اللبس عسكري الناس شورت وحافر عادة بعد بأمريكا بزيادة يحبون العسكري يحبون العسكري يعني يقدرون تضحياتهم وشغالهم فوصلت خط النهار والناس والتصفيق وعلم الكويت قاعد لو أنت لو تديش على الصور تشوفيه راح تشوفيه تحس أنه أنا موجود على الأرض معصب على أنا مغيم شعور غريب حسيت أسعد شخص من العالم أن أسعد المنصة بلبسي العسكري أمثل السلك العسكري جهة عملي اللي أحبها وعلم الكويت ويوسف شطي من الكويت هذه الكلمة خلتني أنا أسعد شخص بالعالم باللحظة